نيابياً أدرج مجلس النواب مقترحة عدير قانون الأحوال الشخصية المثيرة للجدل والذي يوجه موجة رفضاً واسعة شعبياً وسياسياً ونيابياً أدرج على جدول أعمال جلسته المقررة يوماً أثنين مقبل وذلك لغرض قراءته قراءة ثانية تمهيداً لتشريعه ويتضمن جدول أعمال جلسة الأثنين بحسب الدائرة العالمية لمجلس النواب التصويت على مشروع قانون عادة العقارات لأصحابها وأيضاً التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية كما يتضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام فضلاً عن استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني